انظر الآن إلى الأمة الإمام محمد الإمام مالك ابن القيم ابن تمية عمومة السلف والصحابة رضي الله عنه يعني أبو هريرة كانه عندنا الآن من كثرة ما يذكر على المنابر و في المساجد و في المجالس و في المجالات العمنية و الدعوية و ما إلى ذلك فلم تتوقف حسناتهم حيث توقفت أنفاسهم و يعجبني في هذا يعني يعجبني في هذا شخص من الزملاء كان له يعني رحلة دورية مع بعض زملائه ف يعني رحلة دورية تجذبون فيها أطراف الحديث فقال لزملائه إن أذنتم لي بدقيقتين فقط أتحدث معكم كفائدة قالوا تفضل فتحدث معهم خلال دقيقتين لم يزد عليها عن فضيلة صيام يوم الاثنين و كانوا في يوم الأحد يعني رحلتهم هذه يوم الأحد فهو تحدث عن صيام الغد يوم الاثنين يعني كيومنا هذا سلام و نسأل الله تعالى أن يوفقنا و المستمعين و المشاهدين إلى تثبيت هذه المعلومة واقعا في نفوسهم و حياتهم فتكلم تلك الدقيقتين ثم أنفض المجلس و أنتات الرحلة و مشاكل إلى بيته يقول أحدهم قد حدثني بنفسه يقول لما ذهبت إلى زوجتي حدثتها بتلك الدقيقتين فما هو الأثر الذي وضعه صاحبنا على هذا و زوجته الحقيقة وضع أثراً عظيماً جداً يعني أنظر إلى عظم توفيق الله تبارك و تعالى لهذا الشخص المتحدث الله فقال هذا لزوجته ذلك الحديث فقالت لماذا لا نصوم قال لنصوم فبدأوا من الغد و صاموا و صاموا أسبوعاً بعد أسبوع و شهراً بعد شهر و سنة بعد سنة حتى أمضوا إلى الآن ثلاثين عاماً و هم يصومون الله أكبر ما تركوا صيام الأثنين ما تركوا صيام الأثنين و ربما أضافوا إليه القميس أيضاً الله أكبر أنا في الحقيقة حسبتها فإذا هم صاموا أكثر من ثلاثة آلاف يوم ماشا يعني هذه الثلاثة آلاف يوم بارك الله هي طبعاً في نصيب إن تقبل الله عز وجل فهي كما هي في نصيبهم فهي في نصيب ذلك الشخص المتحدث هو ما الذي خسر ما الذي تعب ما تعب شيئاً هو فقط تحدث دقيقتين مع زملائه لكن شف يعني انظر إلى توفيق الله عز وجل كيف كان حجم هذا التوفيق بأنه كان في صحيفته يعني هذا الثواب العظيم ما الذي تعب شيئاً